أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي كوفيد 19 اعتبارا من الثاني من فبراير مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة وهو إجراء تفرضه عدة مناطق وستلغي القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارا من هذا التاريخ أي بعد تسعة أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح المقررة لاثنين المقبل والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفية